جمهور الكرة من أول الموسم وهو داخل فخناقة من أحسن لعي في العالم والترشيحات كلها بين جود بلينج عام اللي يمقدم موسم أكتر من ممتاز مع ريال مادريد أو هاري كين اللي بدأ مسيرته مع بغري مونيخ بـ 28 هدف لحد دلوقتي والله أعلم هيسجل كام تاني لحد آخر الموسم وإيه نسمع مرة اسم محمد صلاح من هنا أو كيفين دي براين من هنا اللي رجع من تاني المانشستر سيتي بقوة بس يا صديقي محدش بيتكلم أبدا عن اللعيبة الغلابة اللي بتقدم موسم ممتازة عن ديتهم لمجرد أنهم مش هيكسبوا البالون دور آخر السنة أنا بقى نصيري الغلابة وهكلمك عن أفضل تمال لعيبة في أوروبا واللي يقدمه لحد دلوقتي مستوى كان أعلى من التوقعات ومن أولا كده أنا مش هتكلم عن بلينج هام ولا كين ولا كيفين دي براين ولا 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 أي حد من الناس دي أنا هدور على الغلابة اللي محدش واخد باله منهم فانزل كده دينا اللايك الجميل بالمناخير عشان تنضم اللي كاتبت المبهرين وقل لنا في الكومنتات انت شايف مين أكتر لاعب في العالم بيقدم مستوى جيد مع فريقه وده بعيدا عن الأسماء المعروفة يعني عاوزك تطلع المحنك اللي جواك الاسم الأول بيلعب في نادي باير ليبر كوزن لكنه ما بياخدش أي تأدير يستهله لدي تركيز كله مع المدربة شابية لونسو ولو حد جاب سيرة لاعب في الفريق بيكون الكلام عن فلوريان فورتز صانع لعب الفريق لكن البرتغالي جريمالدو واللي بيقدم من بداية الموسم مستوى يخليه أفضل باك شمال في أوروبا محدش بيتكلم عليه أليكس جريمالدو اللي وصل ليبر كوزن السيفلي فريت من نادي بنفيكا البرتغالي وصل دلوقتي لسن الثمانية وعشرين سنة واخلال عشرين مباراة في الدوري الألماني سجل سبع أهداف وصنع عشر أهداف أيوة ساهم في 17 هدف من أصل عشرين مباراة لعبهم مع الفريق كل ده وهو باك شمال ده فضلاً أن جريمالدو حالياً واحد من أهم مفاتيح لعب الشعبي ألانسو مع بقى ليبر كوزن وكل الأندية بدأت تركز معاه بس الغريب بقى صديقي أن جريمالدو محدش واخد باله منه من 2016 طب انت تعرف انه كان من ناشئين برشلونة صدامتك صح؟ لكن خلينا أقولك أن السنة دي لو استمر بالمستوى ده ممكن يكون واحد من المرشحين للانتقال الفريق الكتالوني خصوصاً أن المركز ده شاحح في السوق أما لاعب رقم اثنين في قائمة النهاردة فهو ويدرونيتو لاعب ويرفر هامتون برضو من البرتغال وعمره 23 سنة والذي أصل انجلترا من 2019 وكان يقدم مستويات مقبولة لكن من بداية الموسم الحالي انفجر ضد كل الأندية الكبيرة في انجلترا ولحد دلوقتي وبالرغم أنه غاب عن 9 مباريات في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة لكنه ساهم على الفريق في 13 هدف خلال 17 مباراة شارك فيهم بكل البطولات لكن الرقم الأهم انه صنع 8 أهداف في الدوري الإنجليزي لحد دلوقتي إلا أنا عايز أقوله ان ده نفس الرقم اللي صنعه محمد سلاح وكمان أكثر من اللاعبة زي ساكا وفيل فودن وجوليان الفارز علشان يقدم نفسه سنادي كواحد من أفضل الوينجات في العالم على مستوى صناعة الأهداف بيدرونيتو كان واحد من الأسماء المرشحة للانتقال للأرسنال وباريسان جرمان السيفل فت وبالشكل ده خلينا أقولك انه مش هيقعد كتير في ويلفر هامتون أما عن ثالث لاعب قيمة النهاردة الصديقي والذي هو من وجهة نظري المتواضعة أفضل لاعب هنتكلم عنه النهاردة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وأفضل لاعب في الدوري الإيطالي حتى الآن لاوتارو والذي قدم بطولة كاس عالم سيئة مع الأرجنتين بالرغم من فوزه باللقب رجع إيطاليا وقرر ينتقم 22 هدف وخمس أسستات مع الإنتر ناسونالي ميلانو خلال 29 مباراة وده في كل البطولات لحد دلوقتي وبالرغم من الأداء العظيم مع الإنتر لكنه دايما بعيد عن دائرة الجواز الفردية يعني إزايه زي بقيت لعبة إيطاليا حاليا ولكن خلال الموسم ده فاللوتارو بيتصدر ترتيب هداف الدوري الإيطالي برصيد 19 هدف في 20 مباراة وبسبب أداءه الرائع ده في الإنتر بيتصدر ترتيب الدوري بفارق أربع نقاط عن اليوفي وكمان لسه عندهم متأجل وبالشكل ده فلقب الهداف وأفضل اللاعب في إيطاليا أصبح محسوم خلص للوتارو من غير حتى ما نكمل الموسم ومن خط الهجوم نروح نبص بسا كده على مركز الجول كيبرز واللاعب الرابع معنا هو أندري لونان اللاعب الأوكراني وحارس مرمى ريال مدريد لقى نفسه أصاد اختبار صعب جدا في بداية الموسم إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا وغيابه طول الموسم وكمان الريال تعاقد مع كيبة من تشلسي يعني لونان على الورق هو الحارس رقم 3 لكنه طلع من العدم واستغل غياب كيبة أحسن استغلال وحاليا أندري لونان هو الحارس الأساسي لريال مدريد وده طبعا في غياب كورتوا يعني طيب بس خلينا أقولك أنه خلال 11 مباراة شارك فيها في درج الإسباني طالع بالخمسة كلينشيت وما تنساش أن دفاع الريال كله مصاب يعني المسئولية عليه أضعاف وأصعب من الطبيعي وعموما فلونان بيتصدى لهدفين ونص في المباراة لوحدة وبلغت عدد تصدياته ل 27 هجمة على مرمى الريال وخلينا زي ما احنا نكمل في الريال برضو مع اللاعب الخامس واللي هو أكتر غالبان في فيديو النهاردة يا صديقي والكلام عن خسيلو صاحب الثلاثة والثلاثين سنة واللي وصل الريال مدريد في السيف كلاعب احتياطي يعني كلاعب سد خانة خسيلو يعتبر واحد من أكتر اللعيبة اللي بتقدم اللي عليها وبتحاول في تشكيلة الريال السنة دي وبالرغم أن أنا وانت وخسيلو نفسه عارف أنه أقل من مستوى الريال لكن إن جاءت للحق يا صديقي الرجل مأثرش في حاجة سجل 12 هدف وصنع 4 هدف لحد دلوقتي وهو الثاني هداف الريال في الموسم الحالي يعني بالتساوي مع رودريجو يعني أكتر من فينيسيو الجونيور شخصيا ومفيش أحسن منه غير جود بيلنجيهام طبعا أما عن اللاعب الجاي معنا ده افتكر اسمه عشان هيبقى عليه خناءة كبيرة قوي في الصيف يوشوا تزيجزي الهولندي صاحب الأصول النيجيرية واللي انتقل السنة اللي فاتت من بايرن ميونيخ لبولونيا أصبح واحد من أفضل المهاجمين في الدار الإيطالي وهو عنده 22 سنة بس وتحت قيادة المدرب الإيطالي تياجو موتا اللي راهن عليه في بداية الموسم ورفض رحيله نجحت زيجزي في تسجيل 8 أهداف في دار الإيطالي بالإضافة لصناعة 4 أهداف والأهم إنه دايما حاضر ضد الفرق الكبيرة يعني ضد البيانكوناري والروسوناري والنيراتزوري والعاتسيو هتلاقي ناجح في التسجيل والصناعة وبسبب أداءه ده فقيمته السوقية اللي كانت 8 مليون يورو بس في الصيف وصلت دلوقتي لـ 30 مليون يورو ووسط اهتمام أنديت الدوري الإنجليزي بيه الأكيد إنه هيسيب إيطاليا الموسم الجاي وبما إننا تكلمنا عن المهاجمين فهنروح لنادي نيو كاسل والسويدي أليكساندر إيساك اللاعب اللي غاب لحد دلوقتي عن 6 ماتشات بسبب الإصابة في البريمير ليج بتكتشف أن الفرق بينه بين صلاح وغلند هدفين الدوري هم 4 أهداف بس سديكي إيساك سجل 10 أهداف خلال 17 مباراة في البريمير ليج ومنهم أهداف ضد الفرق المتصدرة زي ليفر بول ومنشستو السيتي وأستون فيلا وكمان سجل هدف الفوز على السيتي في كاس الرابط ويعتبر الأليكساندر إيساك واحد من أفضل لعيب المعك بايس الموسم الحالي وده بالرغم من تراجع نتائج الفريق لكنه بيقدم مستوى فردي مميز زي اللي قدمه الموسم اللي فات ولو فيه أمل لنيو كاسل في العودة لدوري الأبطال أكيد أليكساندر إيساك هيكون واحد من الحلول اللي هتساعد فريقه على تأهل الأوروبي مرة تانية ونوصل بقى لللاعب اللي محدش فهم هو بيعمل كده ازاي الهولندي دالي بليند مدافع جيرونا صاحب الثلاثة وتلاتين سنة يعني المفروض انه كان يشطب كرة من زمان خلاص ويعتزل ولكن فجأة لقيه أحسن مدافع في إسبانيا وحاليا بيحتل مع فريقه جيرونا المركز الثاني في ترتيب دوري الإسباني بفرق نقطتين عن ريال مدريد وآآآآ الفيديو ده مكتوب قبل ماتش الفريقين يوم الثبت عشان لو بليند غلط ولا حاجة محدش يجي للتاريق اه؟ انا عرفكم اه المهم ان ده اللي بليند اللي كلنا قلنا عليه بطل كرة بعد ما ماشى من اليونايتيد خلاص قدر يرجع لشبابه في الموسم ده وحاليا هو واحد من أفضل الممررين في أوروبا وبيقدم مستوى ثابت وبيحقق معجزة مع جيرونا بس استنى مش بليند لوحده معاه عيل برازيلي في خط الهجوم إنما ايه؟ حدوتة سافيو صاحب الـ 14 مساهمة تهديفية مع جيرونا الموسم الحالي سجل سبع أهداف وصنع سبعة لكن والمفاجأة ان سافيو عنده 19 سنة بس واللي بيقدمه في الملعب من مهارات وتأثير بقالنا كثير ما شوف ناس زيو وطبعا كل اللي شايف ماتش برشلونا وشيرونا اللي خلص بالأربعة في الدوري الأول خدوا بالهم من الودة عيل أشول وحريف وقدر يكلفت أي حد في متر ونص وطبعا كلنا عارفين النصف الجاي رايح للسيتي يعني هيلعب بعقلية الفيلسوفي اللقر عبيب جارديولا وهيعرف يعمل منه لعب محترم قال يعني هي كانت ناقصة واللاعب الأخير بها صديقي هو أليكسيز ماكالستا لاعب وسط ليفر بول وبتلكس العالم 2022 كلنا عارفين أن ماكالستا لاعب كويس من أيام برايتون لكن المفاجأة كانت أداؤه في المركز الجديد لاعب نص ملعب دفاعي على غير العادة مع يرجان كلاب والكل شك في قدراته أنه يتأقلم على المركز ده لكنه من أول الموسم بيقدم مستوى ثابت بيعمل المطلوب منه والزيادة شويتين بالرغم أنه مش مركزه والحادة دلوقتي هو واحد من أسباب أن ليفر بول وليس بينافس على تدارة الدوري وممكن بنهاية الموسم ومع ودع يرجان كلاب يكسب معك لسر أول لقب دوري إنجليزي في تاريخه ودي يا صديقي كانت قائمتنا عن أكتر عشر لعيبة في أوروبا مظلومة ومحدش بيتكلم عنهم مع أنهم مقدمين موسم محترم والله أنا عارف أن أقولت لك في الأول أن أكلمك عن تمال لعيبة بس يلاحظك هم تلوا عشرة ومع ذلك هقول لك إحنا لو نسنا حد أكيد أنت هتقول لنا في الكومنتات نسنا مين يعني تبقى راجل محترم والله ومعاه حاول تعمل لايك بالمناخير وده مش هيقلل من احترامك ده تحدي ممتع علشان تبهرنا وتنضم إلي كاتبت المبهرين فلو بتشوفنا من يوتيوب يشترك في القناة وفعل قم زر الجرس أما لو بتفايس ما تنساش اللايك والفولو والشير وأشوفك بكرة في فيديو جديد وإلى اللقاء